حضر رئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة بما يعرض الأمن الإقليمية لتهديدات متنامية وخلال اتصال مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جدد رئيس السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره بدوره ثمن العاهل الأردني دعم مصر في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين الشقيقين هذا وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حل عادل وشمل للقضية الفلسطينية باعتبار ذلك الضمنة لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين مشيرين إلى همية الجهود الجارية لتهدأة الأوضاع بقطع غزة وإنفاذ المساعدة الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع شدد الرئيس عبدالفتح السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة جاء ذلك خلال اتصال الهاتفين تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألمني أولف شولتس حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين وجهود توفير الحماية للمدنيين في القطاع كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادرة بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين هذا وأشاد المستشار الألمني بدور مصر البناء في المنطقة واتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر في اليوم الخامس عشر بعد المئة من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل بحي الرمال تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26 ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين شهيدا وخمسة وستين ألفا وسبعة وثمانين مصابا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وأشهرت وزارة الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع عشرة مجزرة في القطاع راح ضحيتها مائتان وخمسة عشر شهيدا وثلاثمائة مصاب خلال 24 ساعة أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أربعة أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين كما أشار المرصد إلى أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية في الأثناء استشد شاب وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين رصدت هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينية إفادات لمعتقلين يسردون من خلالها ما تعرضوا لهم من أدى جسدي ونفسي أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة للاحتلال وأشارت الهيئة إلى أن مركز توقيف حوار من أكثر المراكز سوءا حيث يفتقر إلى أن المقومات المعيشية والآدمية يشار إلى أن عدد المعتقلين القابعين في مركز حوارة تجاوز المئة معتقل هذا سلسان 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 يا رب فعلنا يا رب أضافرنا إن شاء الله قد نطرحهم من أرضينا غصبا عنهم أهلا صحاب وقوية أصحاب أرض أصحاب وطن ترجعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ترديد ونشر أكاذيب إسرائيل بوجود تهريب للأسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر الحدود المصرية وكشف تقرير حديث للصحيفة أن قدرا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية يأتي من قوات الاحتلال الإسرائيلية وفقا لما أكده مسؤول الجيش والاستخبارات في إسرائيل كما أشرت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن الفصائل الفلسطينية استطاعت تصنيع صواريخها والأسلحة المضادة للدبابات من ألف الذخائر التي لم تنفجر عندما ألقتها إسرائيل على غزة على مدار السبعة عشر عاما الماضية أعلنت المفاوضية الأوروبية أنها ستراجع ما إذا كان يمكنها الاستمرار في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في ضوء المزاعم عن تورط موظفين فيها في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي وأوضحت المفاوضية الأوروبية أنها ستتخذ قرارات تمويل المقبلة للأونروا في ضوء المزاعم الخطيرة للغاية على حد وصفها في سياقنا متصل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول أن بعض موظف وكالة أونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي من غزة ووصف الوكالة بأنها مخترقة من حماس وقال نتنياهو أن هناك 13 من العاملين في أونروا شاركوا فعليا بشكل مباشر أو غير مباشر في هجوم السابع من أكتوبر مضيفا أن في مدارس أونروا يدرسون تعليم إبادة إسرائيل على حد قوله على طريق النزوح اجتمعت عليهم الهموم والأحزان والخوف تاركين وراءهم بيوتا مدمرة وشهداء تحت الأنقاض وأمامهم مستقبل مجهول زاده صعوبة قرار عدد من الدول ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بقلق بالق قابل النازحون من قطاع غزة إعلانات وقف تمويل الوكالة الأممية بعد مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن عددا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة كانوا متورطين في أحداث السابع من أكتوبر وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة بالقرب من خان يونس إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين الأونروا شريع الحياة عنها الأونروا هي طب مين بذي طعمينا مين بذي شربنا بعد الحرب وبعد وقال الله يكون معي للناس إحنا كشعب فلسطيني شو دنبنا أرضنا احتلت حرب دمار ملناش بيوت عايشين لاجئين حروب كثيرة مرت علينا وهذه الحرب الأسوأ اللي بتمر يعني ما عد لنا حتى أي أمل بالحياة ومنذ السابع من أكتوبر أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم اثنين وثلاثة من عشر مليون نسمة أكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الأونروا بما في ذلك حوالي مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها إحنا نزحنا للمرة الثانية من غزة وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لإلنا ما وجدنا إنه الدول الأوروبية ساعدتنا أنا كإش دم بي كطفلة فلسطينية أنه ما أطلق هذه المساعدات إش دم بي أعيش في هذا الرعب في هذا الخيام اللي إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب عاديم بنجوع ولطالما انتقدت إسرائيل دور الأونروا وزعمت أنها دعمت حركات المقاومة الفلسطينية لسنوات وهو ادعاء تنفيه الوكالة وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية بعد قصف مدفعي استهدف ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس ينوب القطاع وأدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا كانت دول رئيسية منحة لوكلة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد أعلنت تعليق تمويلها في أعقاب التهمي إسرائيل لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في أحداث السابع من أكتوبر وقالت إسرائيل التي تأمل في منع جميع أنشطة الوكالة إنها تهدف إلى ضمان أن لا تكون الأنروا جزءا من الحرب التي تل الحرب موسيقى 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 اشتركوا في القناة شارك الالف في العاصمة البلغرية صوفيا في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتفات مناهدة للاحتلال الاسرائيلي مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات توصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية بمطار العريش لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وللمزيد حول آخر التطورات هناك ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية ضعنا في الجديد لديك تحياتي لك يوسف ولكل أسادة المشاهدين يعني اليوم كنا نتابع خدمة تقدم لأشقاء الفلسطينيين وهي خدمة مهمة من قبل جمعية الإلال الأحمر المصري وهي الدعم النفسي المقدم لأشقاء الفلسطينيين خاصة من الأطفال المصابين كنا نتابع هذا من خلال تواجدنا في مطار العريش اليوم لمتابعة تجهيز طائرة إيطالية لاستقبال بعض المصابين والجرحة من قطاع غزة للعلاج في إيطاليا رغبة على طلبهم بالعلاج بعض المصابين هناك فكان هناك دعم نفسي يقدم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري لهم وعندما تحدثت مع بعض المرافقين لهؤلاء المصابين أشادوا بالجهود المصرية المقدمة لهم يعني طيلة إقامتهم في مدينة العريش سواء كان في المستشفيات أو حتى في عمرات السبيل وكل الخدمات التي قدمت لهم لدعمهم سواء بعلاجهم أيضا في المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء أو حتى بوجود كل الخدمات النفسية والوجستية والجذائية المختلفة فهذا بخلاف بالطبع الجهود المستمرة في تجهيز واستقبال المساعدات الهلال الأحمر المصري اليوم كان بصدد تجهيز بعض المساعدات التي أتت عبر الطائرات اليوم في مطار العريش نتحدث عن ثلاث طائرات طائرتين من قطر وطائرة أخرى من الإمارات على مثلها عدد من الأطنان للمواد الجذائية والمستلزمات الطبية متطوع الهلال الأحمر قاموا بتفريغ هذه الشحنات ثم حملها على السيارات المختلفة لنقلها إلى المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري وهنا تتجسط ملحمة وطنية كبيرة وخلية نحل تعمل على مدار الساعة لتجهيز كل هذه المساعدات لإرسالها إلى قطاع جذ عبر معبر رفح الذي لازال يفتح أبوابه وأمام دخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحة والمصابين نتحدث اليوم تحديدا عن عودة منفذ كرم أبو سالم للعمل مرة أخرى بعد توقفه منذ أيام وحتى الأمس نتحدث عن دخول 90 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم للتفتيش هناك بالإضافة إلى ما يقرب من 160 شاحنة تجهوا إلى منفذ العوجة كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية نتحدث أيضا عن أن معبر رفح اليوم استقبل 28 مصابا بالإضافة إلى 54 مرافقا لهؤلاء المصابين وبالتالي هناك عدد كبير من الخدمات الصحية التي تقدم نئة المصابين عبر تجهيز عدد كبير من سيارات الإسعاف منذ بداية الأزمة وحتى اليوم مصر جهزت أكثر من 150 سيارات إسعاف تنقلهم عبر المستشفيات المختلفة وجهزية كل المستشفيات هنا سواء في محافظة شمال سيناء أو حتى في مدن القناة لتقديم العلاج المختلف حتى مع تنوع الإصابات واختلاف الإصابات للجرحة والمصابين لكن المستشفيات المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات المختلفة لهم تنفيذة لتوجهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين نعم زميلي محمود جميل شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة كنت معنا مباشرة من العريش أدانت مصر بأشد العبارات لحدث الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة اسطنبول التركية وفي تغريدة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تقدمت مصر بخالص التعازي لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة وخالص التمنيات للمصابين بشفاء العاجل أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قلقه إزاء التوتر في الشرق الأوسط وحث إيران على السعي لتهديئة التوتر في المنطقة بعد هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية وأكد سوناك أن بريطانيا تدين بشدة هجمات الطائرات المسيرة التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جماعات مدعومة من إيران نفذتها وقال سوناك إن بلاده تشعر بقلق وسنحث إيران على السعي لتهديئة التوتر في المنطقة استنكرت لحكومة العراقية الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن وصفته بأنه جزء من تصعيد يهدد لاستقرار الإقليمية وحثات على إنهاء دوامة العنف وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن الحكومة العراقية تستنكر التصعيد المستمر وخصوصا الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية الأردنية كما تتابع بقلق بالغ تطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد حربا أوسع نطاقا مع إيران ولا في المنطقة مضيفا أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة هي التي استهدفت جنود أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع الجالي يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي قال إن هناك محادثات بناءة تهدف إلى إطلاق صراحة محتجزين في قطاع غزة مضيفا أن بلاده ترى أن هناك إطار عمل للتوصل لاتفاق جديد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أصفر عن مقتل سلسة عسكريين أمريكيين بقاعدة على الحدود السورية الأردنية من جانبه تعهد وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن بالرد على من يقف وراء الهجوم مع اتساع نطاق الصراع بالمنطقة ليشمل اليمن والعراق وسوريا أعلن الجيش الأمريكي مقتل وإصابة عشرات الجنود الأمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عند الحدود السورية الأردنية الهجوم على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي يعد الأعنف منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي حيث أحصت واشنطن حتى الآن أكثر من مائة وثلاثين هجوماً ضد قواتها في العراق وسوريا أي بعد عشرة أيام على اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة ورداً على هذه الهجمات نفذت واشنطن غارات عدة في العراق وسوريا ضد عناصر وقادة جماعات المسلحة الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض اتهم جماعات متشددة تعمل في سوريا والعراق بتنفيذ الهجوم وتعهد بايدن بمحاثبة كل من يقف وراء هذا الهجوم في الوقت وبالطريقة التي تختارها واشنطن ويأتي الهجوم أيضاً غدا تنطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق في بغداد بهدف الإنهاء التدريجي لمهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وعاقب المحادثات قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه سيتم التوصل إلى جدول زمني محدد لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة والدول الشريكة في التحالف وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم داعش ضمن تحالف دولي أنشئ عام 2014 وفي نهاية عام 2021 أعلن العراق انتهاء المهمة القتالية للتحالف وتحولها إلى مهمة استشارية أعلن مصدر عسكري سوري مقتل وإصابة عدد من المدنيين دراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا عدة جنوب العاصمة دمشق ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانها جوا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة عددا من النقاط جنوب دمشق ما أسفر عن سقوط عدد من القتل والجرحة إضافة إلى بعض الخسائر المادية أرسلت أدنمارك فرقاطة إلى البحر الأحمر للمشاركة في تحالف حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة ضد هجمات قوات الحوثية وبدأت تحالف عملياته العسكرية ضد قوات الحوثي في اليمن في 12 يناير الجاري ردا على إطلاق قوات الحوثي موجات من الهجمات بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على سفن تجارية وقطع بحرية مرتبطة بإسرائيل منذ 19 نوبمبر الماضي تنديدا بالعدوان على قطع غزة السادسة مستمرة وتتابعون فيها المزارعون الفرنسيون يواصلون احتجاجاتهم على سياسات الحكومة نجدد التحية بحث رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي مع وزير الخارجي عبدالله أبو حبيب نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستوى الوزاري بشأن الوضع الراهني في الشرق الأوسط كان وزير خارجية لبنان أكد خلال اجتماعات مجلس الأمن على أن رؤية لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على تطبيق الشاملي والكامل للقرار رقم 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة أدى نائب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء محمد صباح السالم الصباح ووزراء الحكومة أدوا اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الكويتي الخاصة لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وصدر في الرابع والعشرين من يناير الجاري مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم نائبا لأمير الكويت كما صدر في الرابع من يناير الحالي أمر أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء فيما صدر في السابع عشر من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم ثلاثة عشر وزيرا أكد المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله بتيلي أن ليبيا ملك لجميع الليبيين وأنه لا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد جاء ذلك خلال لقابة لأكثر من عشرين ممثلا عن الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي حيث أكد أن شعب ليبيا يستحق حياة الأفضل دعيا إياهم على إداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار وإعادة بناء البلاد من جانبهم طلب ممثل الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي بعملية سياسية أكثر شمولا من شأنها أن تؤدي إلى حلول مستدامة للأزمة في البلاد إلى السودان حيث ذكرت وكالة أسوشيديد بريس أن أكثر من خمسين شخصا قتلوا في هجوم على منطقة أبييه المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان وأضافت الوكالة أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبييه يونسيفا أكدت مقتل جندي غني من قوات حفظ السلام في الهجوم الذي وقع في الحدود بين السودان وجنوبها يذكر أن أبييه هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وأنشأ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبييه حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إصالة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعمال الإغاثة قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدد النازحين بسبب الصراع في السودان المندلع منذ إبريل الماضي بعشرة وسبعة من عشر مليون شخص منهم تسعة ملايين داخل البلاد ووصفت المنظمة هذا الرقم بالصاعق كما دعت إلى بزل جهود دولية لتوسيع النطاق للسجابة الإنسانية بشكل عاجل لما وصفتها بأكبر حالة نزوح في العالم ومنذ الخمس عشر من إبريل الماضي تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان ما خلف ألاف القتلى وملايين النازحين والمتضررين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها قتلت ثمانمائة جندي أوكراني خلال 24 ساعة وحسنت مواقعها على محور كوبيانسيك من جانبه أكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت ثمانية مسيرات متفجرة وصاروخي إسكندر وثلاثة صواريخ من طراز S-300 ليلا وأنه تمكن من إسقاط أربع مسيرات في تطور جديد للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت ثمانمائة جندي أوكراني خلال 24 ساعة وحسنت مواقعها على محور كوبيانسيك وكشفت عن تجهيز قواتها بدفعة جديدة من المسيرات متماتة يأتي ذلك في حين تحدثت كييف عن هجوم ليلي جديد بصواريخ ومسيرات روسية استهدفت بنية تحتية حيوية حيث شنت موسكو هجوما ليليا جديدا بمسيرات وصواريخ على أربع مناطق أوكرانية ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص على ما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية وقال سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت ثماني مسيرات متفجرة من طراز شاهد وصاروخي إسكندر وثلاثة صواريخ من طراز S-300 ليلا وإنه تمكن من إسقاط أربع مسيرات وأضاف هجمت عدة مواقع مدنية ومنشآت حيوية في بولتافا ودونيتسك وزابوريجيا ودينيبرو بيتروفيسك من دون أن يحدد حجم الأضرار التي تم تسجيلها وأشارت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن صاروخا سقط على منطقة سكنية في مدينة ميرنجراد ليلا متسببا بوقوع إصابات وتقصف روسيا كل ليلة تقريبا مدنا في أوكرانيا مؤكدة أنها تستهدف فقط منشآت عسكرية وردا على ذلك تستهدف أوكرانيا بانتظام مدنا قرب الحدود خصوصا مدينة بيلجرود بالإضافة إلى مواقع صناعية وعسكرية في الأراضي الروسية لمواجهة هذه الهجمات تعتمد السلطات الأوكرانية إلى حد كبير على الأسلحة والذخيرة التي تقدمها الدول الغربية غير أن الدعم الأمريكي أصبح ضعيفا بسبب خلافات سياسية داخلية فيما توقف دعم الاتحاد الأوروبي بسبب عرقلة المجر وإلى فرنسا حيث أغلق المزارعون الطرق السريعة في أنحاء فرنسا في محاولة للضغط على الحكومة لبزل المديد من الجهد لمساعدتهم على التغلب على التضخم والتنافس مع الواردة الرخيصة وفي لانجفيل جنوب غرب باريس أغلقت الجرارات الطريق السريع بالتجه العاصمة وإليها مع تحويل حركة المرور إلى طرق أخرى استقبل وزير الداخلية محمود توفيق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة تجسد أحد فصول مسيرة النضال التي ستظل على مر العصور شاهدة على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته تلك المسيرة التي تتواصل في مواجهة مخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية من جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت تواسط ظل رمزا لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين مشيرا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المقدس يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه واستقراره ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد يقدمون نموذجا يحتزى به في الترابط والالتزام والانضباط يبدلون أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة وكذا رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العام للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية كما تفقد عددا من خطوط الإنتاج للمركز التخصصية داخل المجمع ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات متنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التي حرست القوات المسلحة على دعم قدرتها وإمكاناتها القتالية والفنية وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها انطلقت فعليات المؤتمر الخاص بنظام التعليم استيم الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتضمن دور نظام التعليم استيم في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوي إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريج مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا USAID and the American people are investing نحن كحكومة أمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نستثمر في مجال الابتكار والعلوم قد استثمرنا 55 مليون دولار في مجال البحث وفي مجال التعليم في العلوم والهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار نحن نحتمى بشكل عميق وخالص لمستقبل مارس وهناك فرص كثيرة متاحة لدعم مصر والشعب المصري وأيضاً ندعم هذا العام تين إيجيبت في المعرض الدولي للتكنولوجيا والهندسة في لوس أنجلس إحنا عندنا المدرسة عندنا بتقوم على البحث العلمي والمشروعات يعني الطالب بيدرس زي وزي أي طالب في السنوي بس طبعاً مناهي خاصة ومخرجات تعلم خاصة بيدرس مواد العلوم كلها فيزيكس وكاميستري ورياضة وإنجليزي وكل التخصصات الأخر بس مش مجرد دراسة نظرية لا دراسة تطبيقية بيبقى إيعمل تكامل ما بين المواد دي كلها بعض من أجل مشروع بحسي بيعمله كل فصل دراسي أنا كان عندي شخص أن أخش استيم بسبب موضوع التطبيق في الحياة العملية فكرة الكابستون وإننا مش بس مجرد بنتعلم لأجل أننا بنتعلم بل أننا بنطبق ده في حياتنا العملية وبنشوف إيه المشاكل الموجودة جزء كبير بين تعليم جواستيم كان على فكرة الكابستون لأنه على درجة عالية جداً في أول سنة أو تاني سنة كان فيه مشاريع منهم كبيرة جداً ودخلنا بيها مسابقات وفيه منهم مشاريع اللي هي جاهزة بالفعل أنها يتملها ماركت جوا السوق تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتابة في نسخته الخامسة والخمسين وسط إقبال جماهري كبير وتأتي هذه دورته تحت شعار نصنع المعرفة نصن الكلمة وتقام فعلياتها حتى السادس من فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتابة ولمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل محمد الخطيب مراسل التليفزيون المصري محمد بعد التحية صف للأجواء لديكم ماذا عن تواصل الفعليات والندوات داخل معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين نعم أرحب بك مرة أخرى من داخل معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين يمكن نحن موجودين دلوقتي في الصالة رقم اثنين هذه الصالة التي كان لها نصيب كبير اليوم من الإقبال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخامس للمعرض يمكن اليوم أيضا كان هناك زخم كبير من الندوات والأحداث الثقافية داخل المعرض نتحدث عن أكثر من عشر ندوات أقيمت على هامش اليوم الخامس نتحدث عن ندوة خاصة بمكتبة الأسكندرية وتحدث فيها الدكتور أحمد زايد رئيس المكتبة على كيف كانت مصر نجاحة في محاربة الإرهاب وكيف تخلصت من مخالب الإرهاب وبعد ذلك انطلقت إلى البناء والتنمية أيضا كان هناك ندوة خاصة لدكتور زاهي حواس تحدث فيها عن التاريخ المصري الفرعوني وكيف كانت مصر دائما منبران للثقافة والعلم والحضارة أيضا كان هناك ندوة لشاعر مكسيكي كان لدي حرص كبير على أن يتواجد داخل معرض القاهرة وإلقاء الشاعر وكيف أن معرض القاهرة الدولي من الكتاب هي منصة ثقافية تجمع دائما جميع الشعراء وتحتضن الأقول المستنيرة من مصر ومن مختلف دول العالم يمكن أيضا نسبة الإقبال والحضور داخل معرض القاهرة اليوم في اليوم الخامس هي نسبة كبيرة جدا يمكن من الساعات الأولى من الصباح هناك عدد كبير من الزائرين توافدوا على المعرض ويمكن لحظنا أن هناك نسبة الشباب من الحضور هي نسبة كبيرة جدا لدينا حرصوا على القدوم للمعرض هذا بالإضافة إلى توافد عدد كبير من الأسر المصرية للمعرض خاصة في بعض الأقسام الخاصة بالكتب الخاصة بالأطفال والتربية والنشأ وغيرها نتحدث عن اليوم الخامس لفعاليات المعرض وخاصة في صالة رقم 2 والتي تحتضن العديد من الكتب المختلفة منها كتب خاصة بالشعر وكتب خاصة بالثقافة والأثار المصرية والحضارة وكتب خاصة بالفلسفة وأيضا كتب خاصة بالتسويق الإلكتروني للشباب وهذه الكتب كانت أيضا جذبت عدد كبير من الشباب ما لديهم شغف أيضا بإنشاء بعض الشركات والتسويق الإلكتروني والعديد أيضا من الشباب حاصة في هذه الشريحة التي يهتم بها التسويق الإلكتروني من الشباب لكن اليوم الخامس في فعاليات معرض قهيرة دول الكتاب هي يعني يوم مزدحم جدا بفعاليات التقافية والفعاليات الفنية والفعاليات الترفيهية أيضا التي تستقبل الحاضرين والزوار من على البوابات الرئيسية هو ما يجعل يعني معرض القهيرة الدولي للكتاب منصة ثقافية يعني أسرية يأتي إليها الجميع من جميع ليس فقط من جميع المحافظات ولكن أيضا من جميع دول العالم وكانت لنا لقاءات مع يعني جنسيات مختلفة وأبدو سعادتهم وإنبهارهم به التنصيق والتنظيم التي ظهر به يعني معرض القهيرة الدولي للكتاب يمكن بنؤكد أيضا أن معرض القهيرة الدولي للكتاب يؤكد أن مصر كما كانت دائما هي بلد الحضارة وبلد التقافة وبلد التاريخ هي أيضا بلد المعرفة وبلد العلم وبلد الحضارة يمكن هذا ما لدينا أو ما شهدناه وما رصدناه من خلال تواجدنا من خلال اليوم شكرا جزيلا الزميل محمد الخطيب مراسل التليفزيون المصرية الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال أخبار المال والأعمال والجلوة الاقتصادية ورجاء رمزي إليك رجائك شكرا يوسف شكرا دينا وشهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه وقفة الاقتصادية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اصدر قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح وأكد المركز أنه لم يتم اصدار أي قرارات بهذا الشأن وشددا على صريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح ذلك وفقا للقرار الوزري رقم 189 والصادر بتاريخ الأول من يونيو لعامي 2023 أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعليات الجلس السادسة عشر من المنتدى الفكري للمركز تحت عنوان التحول نحو الصناعة الذكية في مصر بحضور ممثل عدد من الجهات التنفيذية وشركات القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيو وخلال المنتدى تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطوات تنفيذية جادة للتحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وذلك لزيادة مستويات انتاجية وتنافسية الصدرات الصناعية المصرية فضلاً عن أهمية تبني مبادرة قومية لتحول عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية على رأس الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم وأيضاً الصناعات النسيجية تحويلها نحو الصناعة الذكية وإلى أسواق المال حيث أنهت البورصة تعاملت جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعملين العرب والأجانب وسط تداولات انبلغت 7 مليار ومئتي مليون جنيه ربح الرأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.70 تريليون جنيه وإلى مؤشرات البورصة المصرية حيث ارتفع معاشر EGX30 بنسبة انبلغت 2.1 في المئة مغلقاً عند مستوى 29.227 نقطة فيما ارتفع معاشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة انبلغت 1.600 ليغلق عند مستوى 6795 نقطة فيما صعد أيضاً مؤشر EGX100 بنسبة انبلغت 0.79 في المئة مغلقاً عند مستوى 9636 نقطة قال رئيس ميناء برشلونة لويس سلفادو قال ان ازمة البحر الاحمر تتسبب في تأخر السفن من 10 ايام الى 15 يوماً في ميناء برشلونة وذلك لاضطرارها للالتفاف حول افريقيا واضف سلفادو ان هذا التأخير يؤثر على السفن التي تحمل كل انواع السلع والشحنات بما في ذلك الغاز الطبعي المسال تعد برشلونة من اكبر الموانئ التي بها محطات تتعامل مع شحنات الغاز الطبعي المسال في اسبانيا ارتفعت اسعار النفط مع تصعد التوتر في منطقة الشرق الاوسط ما ادى الى مخاوف تتعلق بتعطل الامدادات وصعدت عقود الاجلة لخام برينت 21 سنة الى 83 دولار 67 سنة البرميل فيما زادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 21 سنة لتصل الى مستوى 78 دولار 22 سنة قالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني قالت ان خطة التنمية التي تعتزم ايطاليا اطلاقها في افريقيا ستبلغ قيمتها الاولية اكثر من 5 مليار 500 مليون يورو اجلت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من انحاء افريقيا حيث من المقرر ان يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتناوع ما بين الطاقة والبنية تحتية وايضا الصحة والتعليم تنتهي الوقف الاقتصادية مشارينة عودنا مجددا الى دينا ويوسف فاليكما شكرا لك رجاي رمزي ومن اخبارنا الاقتصادية الى تذكرة بالعناوين الرئيس سيسي والعهل الاردني يحذران من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الامن الاقليمي لتهديدات متنامية ويؤكدان اهمية الجهود الجارية لتهدئة الاوضاع بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء العدواني على غزة الى 26637 واوروبا تقول انها ستراجع امكانية استمرار تمويل الانروا بعد مزاعم تورط موظفين في هجوم السابع من اكتوبر رغم تعهد بايدن بالرد على الهجوم الذي استهدف جنودا امريكيين في الاردن البيت الابيض يقول ان واشنطن لا تريد حربا اوسع نطاقا في المنطقة وبريطانيا تدعو للتهداء ختام نشرة السادسة شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة